أهلا بكم في الجزء الثاني من حوار القاهرة رغم الأزمات الداخلية التي تواجه مصر منذ فترة طويلة إلى أنها لا زالت تواصل دورها الإقليمي الرامي إلى حل بعض مشكلات المنطقة لذلك استضافت الأسبوع الماضي جلستي حوار بين الفصائل السورية فيما يعد تمهيدا للحوار السوري السوري الذي تستضيفه روسيا أواخر الشهر الجاري ووافقت حكومة دمشق على حضوره إلا أن جلستي القاهرة لم تسفر عن بلورة مبادرة واضحة وإنما ناقشت الكثير من الأفكار على حد تعبير المشاركين فيهما ورغم أن موسكو وضعت اللمسات الأخيرة للحوار إلا أن المعارضة تتمسك بشروطها بأن يعقد الحوار وفق مبادئ بيان اجتماع جينيف الأول والبنود الست فما الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في هذا الملف خاصة في ظل حالة التقارب الواضحة بين مصر وروسيا نناقش كل هذه المحاور مع ضيفية مدير مكتب الاقتلاف الوطني السوري في القاهرة الأستاذ قاسم الخطيب والسفير الدكتور عزة سعد سفير نصر الأسبق لدى روسيا ومساعد وزير الخارجية السابق ورحب بضيفية الكريمين أبدأ بالأستاذ قاسم إجمالا ما الذي انتهت إليه جلستها الحوار التي أقيدتها هنا في القاهرة طبعا يوم 22 الشهر اللي فات تقى وفد من هيئة التنسيق ووفد من اتلاف السوري وطرحت وثيقة من قبل الأخوة في الاتلاف وأيضا تم التوافق عليها وطرحت ورقة أخرى أيضا من ست نقاط من الأخوة في هيئة التنسيق الوطنية التي هي تمثل معارضة الداخل أيضا تم التوافق عليها في اللقاء الثاني الذي تم أيضا تم الاتفاق على وجود أو تشكيل لجنة منظمة وتجهيز الدعوات والمسائل اللوجستية وحدد الموعد تقريبا يوم 22 سيكون هنا في القاهرة وستحضروا كل الفصائق طبعا نحن ساعين الحضور سيكون بين 50 إلى 75 شخص من المعارضة السورية بشكل شخصي أو ممثلين الفصائق لا التمثيل لمكونات سياسية سواء في الاتلاف أو في هيئة التنسيق الوطنية أو بعض الفصائل التي غير منطوية أو منضوية تحت لواء الهيئة أو لواء الاتلاف سيراعى مسألة مهمة سيكون موجود للحراك الثوري سيكون موجود للمرأة السورية سيكون موجود لشخصيات إسلامية معتدلة وسيكون موجود لرجال أعمال سوريين أيضا في داخل هذا الاجتماع سعد سفير عزة سعد مصر تضغط لحل سياسي للأزمة السورية وتركز على مصطلح الحل السياسي لكن لماذا لا تقدم مبادرة محددة لا هو أولا من مكونات الموقف المصري من الملف السوري بشكل عام أن الحل يجب أن يكون سوريا بحتا والواقع أن مصر لم تتقدم بمبادرة أو ليس لديها مبادرة الحوار التي تستضيفه القاهرة والتي مفروض سينتهي باجتماع 22 الشهر إن شاء الله هذا مفتوح لكل أطياف المعارضة السورية والحل يجب أن ينبع من هذه الأطراف جميعا ويمكن حضرتك في التقديم يمكن ربط شوية ما بين ما يجري في القاهرة وما يجري في موسكو والحقيقة ما فيش يعني من وجهة النظر المصرية ما فيش هذا الربط نتائج هذا الحوار الذي يجري في القاهرة هل سينتهي إلى موسكو واحد أو إلى جينيف ثلاثة هذا هو موقف المعارضة السورية لها أن تقرره ليس للقاهرة أي دور أو توجيه أو أي شيء من هذا القبيل يعني ما سيخلص إليه اجتماع القاهرة في 22 الجاري من بلورة لحل سياسي أو توافقات معينة المعارضة السورية بكل أطيافها هي التي ستقرر ما إذا كانت ستذهب بهذا الحل إلى موسكو أو إلى جينيف هذا قرار المعارضة ما فيش ربط ليس هناك ربط ما بين تحركات مصر وتحركات روسيا لا على قدر علمي لا يوجد هذا الربط وقرار الزهاب إلى موسكو وقرار المعارضة بعيدا عن أي ضغوط مصرية على الإطلاق أو أن تذهب إلى جينيف هذا رأيها ويمكن نحن شفنا مبارح أنه مثلا الائتلاف والأخ الدكتور ممكن يقول لنا الائتلاف قرر أنه لا يذهب إلى موسكو كما فهمت وهذا هو ما أريد السؤال عنه أستاذ نواف أنا قرأت تصريحات لبعض القيرات مثلا الأستاذ معاذ الخطيب الشيخ معاذ الخطيب قال بأنه لن يذهب إلى موسكو لماذا؟ طبعا الدعوة وجهت من موسكو فيما يخص الائتلاف وجهت من موسكو باسم شخصيات داخل الائتلاف ووجهت إلى هيئة التنسيق الوطنية أيضا بدعوات شخصية لم توجهت الدعوات إلى مؤسسة تسمى الائتلاف وإن إلى مؤسسة اسمها هيئة التنسيق وما الفرق؟ أنت تعمل داخل مؤسسة وداخل مظلة سياسية في هذه الثورة وهناك رئيس للائتلاف وهناك ناطق رسمي ورئيس لهئة التنسيق هذه نقطة خلافية مبدئيا إنما نريد أن نعود إلى أساس الدعوة هل الروس جادون في حل سياسي؟ هنا لب المشكلة الروس غير جادون يريدون أن يعومون ذاتهم في الفترة الأخيرة الروس هم داعمين لنظام الأسد على مدار الأربع سنوات سواء عسكريا واقتصاديا دعموا في كل شيء اليوم الروس على الصعيد الدولي عندهم إشكالية أولا رقم واحد فشلهم في أوكرانيا اثنين المجتمع الدولي عندما طرح ما يسمى الحرب على الإرهاب نحى الروس جانبا ولن يكون شركاء مع المجتمع الدولي ثلاث العقوبات الاقتصادية اللي فرضها المجتمع الدولي أيضا على موسكو أربع سعر غبوط برميل النفط ونزوله ما دون خمسين دولار أيضا جعل من العملة أو من الروبل الروبل الروسي عبارة هو عن محارم تواليت فمن هنا تبحث عن دور لها موسكو إنما ليس على حساب دماء الشعب السوري بيان تيار بناء الدولة أصدر بيان بعدم المشاركة الاتلاف أيضا اتخذ قرار في اجتماعه الأخير للعامة بعدم المشاركة الشيخ معاذ الخطيب ما له رمزية كرئيس اتلاف سابق أيضا أصدر بيان بعدم المشاركة والصورة هكذا سعرة السفير إذن ما جدوى هذه الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة لا طبعا لا نستطيع أن نقول أن هناك ضمانات مؤكدة لنجاح الحوار ولكن مصر في وضع يؤهلها لأن تقوم بهذا الدور منذ بداية الأزمة وحتى الآن مصر وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف لكن في عهد مرسي كانت منحزة للمعارضة فترة مرسي مستسناه من يعني كلنا يعلم أنه خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق كان هناك طرف بعينه هو الذي يحظى باهتمام أو اتصالات أو غيره منذ 30 يونيو 2013 مصر موقفها واضح تماما ويرتاكز أساسا على الوحدة الإقليمية أو سلامة الأراضي السورية أن الحل يبقى السوري زي ما قلت في السياق ده إحنا مثلا مصر معروف أنها بتدعم بشكل قوي مبادرة ستيفان ديمستورا المبعوث الأممي تجميد القتال على جبهاته نعم ولكن يعني أي جهد يصب في النهاية في توحيد رؤى قوى المعارضة على اختلاف مواقفها من المؤكد أنه سيساهم بشكل إيجابي في تهيئة السبيل لإيجاد حل سياسي طيب أنتم في المعارضة كيف ترون التحركات المصرية؟ يعني الأخوة في مصر ليس بعيدين عن الملف السوري والثورة السورية فقدمت الحكومة المصرية مقر كامل للإتلاف ولرئاسته منذ تأسيس الإتلاف هذه نقطة مهمة أيضا الأخوة في هيئة التنسيق عندما يتحركون من داخل سوريا هم يعتبرون أن مصر هي المحطة الأولى يجب أن لا ننسى دور مصر العربي والإقليمي والعالمي فنحن نعول على الأخوة المصريين لسببين السبب الأول وضعها في المنطقة السبب الثاني أن مصر لم تتلوث يديها في دماء الشعب السوري لم تتلوث يديها في المال السياسي الذي ضخ للإرهاب داخل سوريا لماذا لا تقدمون مرونة سياسية لكي تطلع مصر بدورها في حالة الأزمة السورية؟ طبعا نحن اللي طلبنا من الأخوة المصريين هذا اللقاء نحن كمعارضة سورية طلبنا من الأخوة المصرية أن نكون ضيوف لديهم وندعو كل أطياف المعارضة السورية للوجود تحت مظلة جمهورية مصر ونحن من سنضع خارطة طريق ونحن من سنضع ورقة ووثيقة سياسية ونطلب من الأخوة المصريين أن يتبنوها هذا بالمجمل مصر لم تقدم لنا أي مبادرة إنما في اللهجة المصرية اتفقوا وعطونا مبادرة نحن نتمناها جميل جدا سعد سفير إذا ما اتفقت أطياف المعارضة السورية هناك لابد من أخذ بالاعتبار الحديث مع اللاعبين الإقليميين الآخرين عندك مثلا إيران القريبة من النظام السوري هل مستعدة مصر أن تقوم باتصالات مع إيران في هذا السبب؟ لا هي نقطة الانطلاق الحقيقة ويعني النقطة الأساسية الحقيقة هو ما ستنتهي إليه المعارضة السورية أي أن كانت أطرفها هو الذي سوف يتم تبنيه مسألة الاتصال بإيران أو الاتصال بقوة إقليمية أخرى أو غيره دي أعتقد أنها مسألة سابقة لأوانها قبل أن يتوافق الفرقاء المعارضة نفسها على حل معين إذا كان فيه مجال لتشكيل هيئة انتقالية أو إلى آخره لأنه ده خطوة لحل سياسي طيب هل مصر أيضا التي تتحدث مع فصائل المعارضة تتحدث مع النظام؟ لا على قدر علمي هذا غير وارد كيف إذن تقوم بدور وساطة إذا لا تتحدث مع الطرفين؟ في هذه المرحلة الأولوية الأساسية لتوافق المعارضة على حل مسألة الاتصال بالنظام أو غيره لا يوجد مشكلة عند المعارضة أن يكون هناك تفاوض مع النظام ولكن أظن أنه يعني وضع نهاية لهذا النظام هيبقى ضمن العملية التفاوضية أساسي يعني ما فيش تفاوض بشروط مسبقة لكن التركيز والأولوية الآن كيف يمكن بلورة توافق يجمع كل أطياف المعارضة ويبقى محل اتفاقه طيب أستاذ قاسم أنتم تقولون أنكم تمثلون الشعب أو يعني قطاع كبير من الشعب النظام أيضا موجود وله شعبية يعني لماذا يبدو الأمره كأنكم تبدأون من النقطة صفر يعني أربع سنوات الآن على هذه الأزمة وهذه الحرب الأهلية يعني نحن لا نستطيع أن نقول في سوريا حرب أهلية عندما في الخمسة السبعين عندما انفجرت الحرب اللبنانية من أول انطلاقتها أو من أول تفجير فيها سميت حرب أهلية لبنانية في سوريا هناك ثورة ثورة أسوة في ثورات الربيع العربي الاستبداد كان واحد في المنطقة ككل وعندما خرجت أول مظاهرة في تونس نحن في سوريا عونا وكان خطابنا واحد السنام العربي بدأ عندما تنحى حسن مبارك مباشرة كانت الأمور جاهزة في سوريا ونزل الشباب إلى الشوارع وانفجرت ثورة حقيقية عمت أربع طعش وحافظ سوريا ولاحظنا وأنت متابع للثورة السورية أنه مباشرة النظام بدأ في إطلاق النار ووضعنا مبادرة آنذاك من ست نقاط وطالبنا بسحب الدبابات من المدن وبالعفو عن المعتقلين السياسيين وعن المعتقلين الرأي وطالبنا أن تبيض السجون وطالبنا في صحافة حرة وألغاء المادة 49 من الدستور الذي يحكم في الإعدام على كل من هو دخل إلى المسجد هذا الموضوع النظام اختار الحل العسكري على مدار أربع سنوات هو وحلفائه يعولون على الحل العسكري تريد أن تقول لمن يقاتل مع النظام من يقاتل مع النظام هم حزب الله اليوم لواء أبو الفضل عباس في المقابل يقال أن من يقاتل مع المعارضة المسلحة طبعا العنف سيولد عنف من بدأ العنف؟ جبات النصرة وأيضا داعش وإلى آخر نحن في المعارضة السورية قاتلنا داعش قبل النظام وإذا رجعنا وعدنا إلى الخلف من هم داعش في سوريا من هي قيادات داعش؟ قيادات داعش هي كانت في مدارس للنظام في سجن صيدنايا وفي سجن أبو غريب هؤلاء التكفيريين كانوا في سجن أبو غريب في العراق وفي سجن صيدنايا وهم أهلين لهذه اللحظة تنقبل النظام اسمح لي فقط عشان أضيق الوقت أعود إلى ضيفي السفير عزة سعد هل لعب تمدد الجماعات المتطرفة في الساحة السورية دورا في هذا النشاط الدبلوماسي المصري تجاه الأزمة السورية؟ لا هو الحقيقة بعيدا عن تمدد الجماعات المتطرفة أو غيره خلينا نتفق على حقيقة أن هناك أطراف إقليمية ودولية هي جزء من المشكلة وقد تكون جزء من الحل وأظن أنه لو توفرت الإرادة السياسية لهذه الأطراف الإقليمية أو الدولية أنها تساعد في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ممكن جدا يكون لهذا إنعكاسات إيجابية على حوار القاهرة أو على أي حوار في أي مكان آخر لأنه لا يجب أن نتجاهل حقيقة أن ما يجري في سوريا هناك بعض الأطراف التي تغزيه وتحاول الإبقاء عليه ولو أحسنت هذه الأطراف سواء كانت إقليمية أو دولية صنعا أنه تعاون في التوصل إلى حل سياسي هذا يكون أفضل طبعا أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير عزة سعد سفير مصر الأسبق لدى روسيا ومساعد وزير الخارجية السابق كما أشكر ضيفي الأستاذ نواف قاسم الخطيب عفوا قاسم الخطيب مدير مكتب الإتلاف الوطني السوري في القاهرة شكرا